أوروبا طبعا واشنطن كما واشنطن تحذر من معركة إدلب هل هو تحذير شكلي كما لمح الضيوف أم أنها سياسة أوروبية جديدة هذه المرة أولا نساء الخير والتحية إلى مستمعي ومشاهدي القناة هذه هي مناورات في مكانها يعني لا تتعدى أن تكون سياسة ولا بوادر سياسة جديدة فترامب الذي قال منذ شهرين بأنه لن يدفع فلسا واحدا إلى إعمار سوريا وقد دفع آخر مئة مليون دولار تبعته بذلك فرنسا وكل أوروبا الآن تستعد لفعل نفس الشيء لهذا لأنه يريد أن يرفعون العتب أمام المجموعة الدولية لكن دكتور زيدان هذه المرة هناك بعض التصريحات الجدية سواء في لندن برلين أو باريس هل وطبعا هناك خوف من موجة نزوح جديدة تغزو أوروبا هل هذا يعني أن الأوروبيين لن يتدخلوا لن يمارسوا ضغوطا حتى لو بدأت المعركة بأسلحة تقليدية أي نعم يعني هذا ما حذر منها أولا هي قبل أن تطال أوروبا هي ستطال تركيا وتركيا التي عطلت الاتفاقية التي وقعت أيام داود أغلو بأن يكون هناك تبادل للاجئين فإن الأتراك سيطركونهم يمرون ولا يحرصون الحدود وبالتالي ستكون موجة من اللاجئين إلى أوروبا وكما تعلمون بأن في شهر أكتوبر هناك انتخابات ألمانية ما يسمى جهوية وبالتالي أندرا أنجيلا ميلكم التي طلقت تحذيرا من وزير داخليتها في شهر يوليو والذي قال لا عليك أن تتخذي موقفا وإلا ستنسحب أو ستنسحبين وكذلك أن فرنسا تأثرت ببعض اللاجئين وما رعيناه أخيرا فيما يخص الباخرة التي كانت تصوب وتجول داخل الظحر العجز المتوسط ما هي إلا إرهاصات لسياسة جديدة مع المهاجرين حتى علما بأن المهاجرين في ألمانيا قد قلوا منذ 2015 إلى اليوم وكذلك في إيطاليا وكذلك في إسبانيا وبالتالي يخشون أن تكون هناك أمواء موجات من المهاجرين اللاشرعيين والفاررين لأن هناك ليسوا مهاجرين اقتصاديين وإنهم فاررون من وطء الحرب ترجمة نانسي قنقر